ضع شخص في بالك وسنعرف في هذه القراءة هل هذا الشخص يحبك أم لا مرحبا معكم إسحاق أتمنى أن يجدك هذا الفيديو وأنت بخير وبأفضل أحوال قراءتنا اليوم ستكون على مجموعتين المجموعة الأولى بهذا الحجر البنفسجي أو مجموعة الأحرف الظاهرة أمامكم والمجموعة الثانية بالحجر الأبيض أو بمجموعة الأحرف الظاهرة أمامكم وسنبدأ الآن بالمجموعة الأولى أصحاب المجموعة الأولى أهلا بكم قراءتنا اليوم ستكون عن الشخص الذي في بالك هل يحبك أو ما هو شعوره بالضبط هل هو إنجي داب هل هو شعور رومانسي بالحب هل هو احترام هل هو مجرد شعور بالصداقة طيب أول شي أنت ظاهر كطاقة عامة في الطاقة استقلالية مادية أنت مستقل بنفسك محتني بنفسك وحتى لو لم تكن لديك استقلالية مادية أو أموال فأنا شايفك أنه أنت من الأشخاص اللي مستقل يعني حر بنفسك تحب الحرية ولا تحب من أحد أن يقيدك ولا تحب من أحد أن يصدر عليك أوامره أنت يعني بطبعك إنسان مستقل بنفسه لكن غالبا هذه عبارة عن استقلالية مادية أو أنت في الطريق للوصول لاستقلالية مادية تمام لأنه هنا تتحدث عن الطاقة فالطاقة يعني ممكن أنها يعني ممكن الشهر القادم تتجسد لك على أرض الواقع طيب هذا الإنسان كمان ظهر في طاقة من الاستقرار لكن قد يكون إنسان يعني متزوج أو قد يكون هناك طرف ثالث أو قد تكونون أنتم متزوجين مع بعضكم البعض هذه لي فئة صغيرة تمام لكن ظهرت لي يعني عدة طاقات في هذه القراءة أي أن كان هو حاليا في الطاقة من الاستقرار مع عائلته وشايفوا أنه يعني في طاقة ترابية بالأكتر يعني مركز على الأمور الأرضية المال التروة العائلة المنزل أو ببساطة مثلما قلت أنه قد يكون هناك طرف ثالث طرف ثالث من العائلة أو متزوج أو ببساطة أنتم الاثنان متزوجان أو أنه يعني هذا الإنسان عنده قيمة العائلة عالية جدا أي أن كان طاقة الحالقة بينكما فغالبا قد يكون هناك بعض في المسافات هناك تواصل روحي بكل تأكيد نعم هناك أكيد هناك تواصل روحي بينكما هناك أيضا مراقبة وهناك هي تتكلم لي على العقد الروحية فغالبا هناك عقد روحي بينكما أنت وهذا الإنسان مثلا توائم الروح أو هيك إشي هناك يعني طاقة التواصل روحي الفضيع بينكما أنتم الاثنان تفكيرا في بعضكما البعض كثيرا وحتى أنت شعورك إتجاه هذا الإنسان تحس ما بعرف ليش هذا هو شعورك لكن تحس وك أنك متروك تحس وك أنك متروك أو أنه هناك يعني فقر في المشاعر وممكن أنكم بعيدا عن بعضكما البعض لكن تواصل روحي فضيع جدا بينكما وتحس بأن طاقتك مسحوبة أو ببساطة أنه تحس أنه هذا الإنسان هو الشخص المناسب لك هو الشخص الوحيد المناسب لك طيب هذه الفئة هنا حضرة معي أي أن كان شعورك في الصورة العامة أو الفئة كبيرة هنا حضرة معي في القراءة هو شعور الوحدة شعور الترك اتجاه هذا الإنسان طيب وأنت يعني شايفك أنه تحبه تحب هذا الإنسان كثيرا أو على الأقل تحس يعني بذلك الرابط القوي معه أنت شايفو أنه يحاول خلق التوازن في الوقت الحالي شايفو أنه مركز على الماديات شايف أيضا لفئة كبيرة هنا حضرة معي أنه قد يكون هناك طرف ثالث بكل تأكيد وأنت شايفو أنه يحاول خلق التوازن بينك وبين ذلك الطرف الثالث قد يكون أمر من العائلة أو قد يكون متزوج وقد يكون عنده أساسا طرف ثالث أو قد يكون عمله واستقراره بكل صراحة هذا الإنسان أنا شايفو أنه يحس بتواصل روحي قوي معك واضحة معي هذه الطاقة هذا الإنسان يحترمك كثيرا يقدرك يقدر تواجدك في حياته يرى بأنه الرابط بينكم قوي جدا يرى أيضا بأنه هناك اختلافات كبيرة بينكم له قلت لكم في البداية أنه قد يكون هناك بينكم بحر أنت من دولة وهو من دولة والعلاقة يعني تواصل روحي أو سوشيال ميديا أو تخاطر أو يعني بالرسائل بواسطة فإيئا كان هذا الإنسان يحبك شايف أنه فيه نعم فيه شعور بالحب فيه شعور أيضا أنه يقدرك وفيه شعور أنه يرى بأن العلاقة بينكما هي علاقة قدرية تمام؟ وشايف هو بالأكثر ما هوش مركز على شعور الحب مع أنه موجود هو مركز على الإختلافات التي بينكم وصعوبات أو عوائق أو هيك إشي كمان يعني الفئة اللي قلت أنكم متزوجان فهو يرى بأنك يعني استقراره يرى بأنك زوجته أو هيك إشي أو زوجته إذا كنت إمرأة إذا كنت رجل فهي ترى بأنك زوجها فهذه ببساطة وظهر لي أنه يحس معك هذا الإنسان بشعور جميل بالاستقرار شي فعلا أنه هو إنسان يركز على استقراره لحد كبير إنسان عقلاني لكن عندك معزة عنده يرغب في أن يكون يرغب في أن يكون مسؤول عليك أو ببساطة يرغب في أن يأخذ هو زمام الأمور مع أنه إنسان عقلاني فيني يسميه أنه شعوره بالحب وضعه في إطار يعني في إطار العقلانية تمام لأنه ظهرت لي هنا كثير كرود عقلانية مثلما قلت أنه كثير كرود عقلانية فهذا الإنسان في الغالب الحب بالنسبة له أمور عقلانية مثلا أن يشتري لك هدية أن يوفر لك الاستقرار أن هذه هي الأمور التي بالنسبة له تمثل الحب وليس الحب أنه يروح يعبر لك عن المشاعر والحب الحالم والحب الرومانسي لا هذا بالأكثر إنسان عقلاني ركز على الأرض تعبيره عن الحب بعقلانية يعني بالتصرفات وبالأمور الأرضية بالأمور التابعة عكس يعني مثلا في الغالب هذا الإنسان برجه ترابي قد يكون برجه التور أو أيضا ممكن حمل أو سرطان لكن أيضا في الغالب أرى الطاقة التورابية يعني كالجدي والعذراء هذا الإنسان جدا عقلاني في حبه وفي مشاهره يعني وضحوا في إطار ببساطة مثل ما قلت وعندي حاضرة معي الطاقة التورابية كثيرا في هذه القراءة كثير كثير خصوصا التور التور حاضر معي بقوة والجدي أيضا والعذراء عندي الحمل وعندي السرطان عندي العقرب أيضا عندي الأسد وعندي الدلو فهذه كانت القراءة يعني ببساطة إجابة سؤال المجموعة الأولى هل هذا الإنسان يحبك؟ في حب نعم لكن حبه لك هو حب عقلاني فهو يعني لا يحب التعبير الرومانسية الخيال وإلى آخر من الأمور وإنما حبه هو يعني عن طريق الأمور التابعة الأمور يعني مثل ما شرحت عن طريق الأمور الهدايا الاستقرار التصرفات وإلى آخره فهذه كانت القراءة بالنسبة للمجموعة الأولى لا تنسى الضغط على اللايك متابعة الحساب حتى يصلك كل جديد ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله نلتقي الآن إلى المجموعة الثانية أصحاب المجموعة الثانية أهلا بكم في قراءتكم وسنعرف في هذه القراءة هل هذا الإنسان يحبك هل الشخص الذي وضحته في بالك يحبك طيب أول شيء أنت ظاهر في طاقة الكاهنة العظمة فأنت في الغالب إنسان روحاني أو أنك تعرف قراءة تاروت أو أنك تقرأ تاروت أو أنك تحضر لهذا الإنسان تاروت أو أنك مثلا في مرحلة تعلم تاروت وتعلم عموماً أنا شايف أنه عندك درجة وعي عالية وأنت تراقب هذا الإنسان وشايف كمان في طاقة من الغموط يعني غالباً أنت ساحب نفسك وتراقب من بعيد فقط فعلاً أنت تراقب هذا الإنسان لك من بعيد أو تجيب أخباره من بعيد أنا شايفك في طاقة أنه أعزل نفسك هذا الإنسان ظاهر في طاقة الشمس فشايف أنه إنسان ظاهر للناس يستمتع في الوقت الحالي عنده طاقة شغفة عالية في الوقت الحالي أنا شايفه أنه يعني يستمتع يشعر بالحماس بالإنطلاق في حياته ومثل ما قلت أنه هو إنسان يعني عنده روح الأطفال طيب وظاهر للناس مثل الشمس طاقة العلاقة بينكما المعلق والجوجمنت نعم شوفوا بالنسبة للعلاقة يعني العلاقة بينكما معلقة وغير يعني لا يوجد تطور كبير تمام؟ لا يوجد تطور كبير في هذه العلاقة أو العلاقة بينكم معلقة تابتة في مكانها قد تكون علاقة عمل قد تكون علاقة شغف قد تكون علاقة تواصل روحي فقط نعم في الغالب قد يجمع بينكم مع عمل لفئة هنا وقد يكون هذا الإنسان لأنه طاقة المراقبة حاضرة معي بقوة أي أن كان أنت من جهة ظاهر في طاقة المراقبة هذا الإنسان وتشعر بأنه هناك تعاون معين بينكما لفئة قد تكون أيضا تشعر بأنه في طرف ثالث هنا لفئة صغيرة حكس الفئة الأولى اللي ظهر للطرف الثالث بقوة هنا حاضرة فئة صغيرة تمام؟ ممكن أيضا فعلا أنك شايفه متزوج هذا الإنسان بما أنك شايفه في طاقة الجاستيس لكن الفئة الحاضرة معي في هذه القراءة هي فئة الكراش أو أنه معك في العمل مراقبة في السوشيال ميديا هناك شغف معين بينكما صداقة معينة بينكما تمام؟ فأنا شايف أنه أنت تورع بهذا الإنسان وتراه في طاقة من العقلانية تراه به أنه يعامل بالمثل مثلا لا يبين كثيرا إنسان عقل هاني يعني يحترمك وتراه بأنه يعني أنت أساسا متوقع أنه هذا الإنسان ما عنده مشاعر عميقة لذلك الحد وحتى تكون صريح معك أنه فعلا هذا الإنسان ما عنده مشاعر العميقة اتجاهك وإنما يشعر معك بشعور الإحترام خصوصا إذا كنتم معا في العمل فأنا شايف أنه هذا الإنسان يشعر معك بذلك يعني بشعور العمل بشعور الزمالة بشعور الصداقة مع ذلك هو شايفك شغلة مميزة شايفك شغلة تميينة ومختلفة عن الناس اللي حولك إلا أنه شعوره ما هواش مني شايف أنه شعور رومانسي بالحب يعني حتى يكونوا صراحة معكم ما تزعلوا مني ومثل ما قلت خصوصا إذا كان معك في العمل يعني مثل ما قلت شعور الاستقرار شعور العمل شعور الزمالة شعور الصداقة لكن هو رأيه فيك جدا إيجابي شايف أنه أنت إنسان عندك طاقة إيجابية هذا الإنسان يعني بكل صراحة أنه شايفه أنه مستمتع بحياته وحاليا منه عاوز أنه يدخل في علاقات في علاقات عطيفية أنه في الغالب حصلت له كسرة قلب من قبل وهو خايف أنه يصير له هذا الأمر مجددا ما بعرف ليش أنه هو نوعا ما زعلان منك طيب خلونا نعرف هو زعلان منك لأنه ممكن لم تعود تلتفت إلى هذا الإنسان ممكن أنه مثلا لم يعبر لك أو لم يقول لك شيئا فأنت سحبت نفسك لهيك ظهرت لي في طاقة الكاهنة العظمى هو يعني زعلان لأنه مثلا شايفك أنه سحبت نفسك أو بتاعت غالبا هذا الإنسان يعني يطور شعوره ببطء تمام لهيك ظهرت لنا طاقة العلقة هي طاقة المعلقة وصراحة إذا أنت سحبت نفسك بالفعل يعني بصراحة يعني عندك حق عندك الحق في قيام بهذا الأمر تمام ففي العموم هو شايفك أنه حاليا مشغول بنفسك مشغول بحياتك وشعوره إتيجاك جدا إيجابي هذا الإنسان شعور التناغم شعور الألفة شعور الصداقة شعور أنه تعطيه طاقة إيجابية تعطيه طاقة شفائية تعطيه طاقة جميلة وهو يعني يستمتع معك كثيرا لأقصد درجات عندي طاقة برش القوس حاضرة معي بقوة والأسد أيضا الحمل والميزان طاقة ترابية كثيرا أيضا والطاقة الهوائية والطاقة برش الحوت والعقرب والسرطان تمام فهذا الإنسان في الصورة العامة شعوره إتيجاك جدا إيجابي لكنه ما هوش مطور شعوره لشعور الحب أو شعور الحب الرومانسي طيب ليش لأنه نوعا ما هو خايف من كسرة القلب وهو أيضا يعني شخص يستمتع بالحياة ما هوش من الأشخاص اللي يربط نفسه بشخص آخر بسهولة فهمتوا قصدي فهذا بالأكثر بالنسبة للمجموعة الثانية لكن حتى أكون صريح معكم شعوره جدا إيجابي جدا إيجابي وقد يتطور لشعور الحب تمام هو يعني يحس بأنه روحه هو روحك متناغمين مع بعضهم البعض فيه طاقة إيجابية بينكم فيه نوعا ما كيمياء لكن الكيمياء يعني لساتها يعني بتتطور ما هيش يعني كيمياء يعني الانشيدة بالفضيع لا مش هيك وإنما بتطور ببطء طيب فمثل ما قلت الأبراج أتمنى أن تكون قد أعجبتك القراءة وساعدتك ولو قليلا ونتقل في فيديو قادم إن شاء الله